رئيسية في فرنسا وتحديداً الحديث عن الانتخابات التمهيدية اليسار ما بين اليسار تحديداً الخبر يتحدث عن أمان الذي يصمد أمام انتقادات فالس في المناظرة الأخيرة تعهدات من جانب مانويل فالس وبنوع أمان باحترام نتائج الدورة الثانية للانتخابات التمهيدية اليسار اللي المفترض أنها ستتم يوم الأحد المقبل والتعهد ده كان فيه مناظرة تلفزيونية أزعتها فرانس 24 جماعة الاثنين يوم الأربعة كشفت عن حجم الخلفات اللي بتفصل بينهم تحديداً في مجال الاقتصاد ومجال الاجتماعي على الصعيد الاقتصادي بنوع عاد يتحدث بنوع أمان تحديداً ليؤكد على فكرة منح راتب عام بحد أدنى 750 يورو لجميع الفرنسيين لكي يتم محو الفوارق الاجتماعية وتدارق تقلص فرص العمل في فرنسا في السنوات القليلة الماضية هذا الاقتراح تحديداً كان محل نقاش وجدل كبير في أنه مانويل فالس انتقد بشدة هذا الاقتراح وقال أن هذه الاقتراحات اقتراحات غير واقعية بل تكاد تكون خيالية